السلام عليكم اخباركم يا شباب. النهار ده هنتكلم على النقطة التانية في التجربة بتاعتنا وهو باختصار اللي انا بجيب في مية وببدأ احط العينات بتاعتي اللي انا حضرتوه. احنا طبعا حضرنا اربع عينات. عينا سفر في المية. ما فيهاش بي اي جي خالص. ما فيهاش لقي سيلينجا لايكون. عينا فيها خمسة في المية. عينا فيها خمسة وعشرين في المية. عينا خمسين في المية. هنا احنا عايزين نشوف ايه فايدة اضافة البي اي جي للبوريمر بتاع الهايدروجيل. يعني هيحسن ملخص في ايه? وهيحسنها ازاي? وحنشوف دوت طبعا بالارقام وبالتعويض في القانون اللي عندنا. اه المفروض البي اي جي لما بدي نضيفه في اي مادة بيشتغل ان هو بيعمل حاجة اسمها او يعني ممرات مائية. يعني معنى اصح كده. بيوسع المسام. فالبوليمر نفسه او الهايدروجيل يقدر يستوعب اكبر كم من المية. تمام? فمع زيادة نسبة البي اي جي بيزداد الووتر باسز او الممرات المائية. تمام كده? وبالتالي بيستوعب اكبر كم. فبيعمل سويلينج اكبر. فالسويلينج ريت بيزي. فلما جينا نجرب الاربع عينات في البيكر اللي فيه مية. اول حاجة احنا بنوزن العينات قبل ما تتحط في البيكر. تمام? ودوت هو الانيشيل ميس. وبنقوم حطناها في البيكر اللي فيه مية وبنسيبها لمدة يوم كامل. ونيجي تاني يوم نشوف الوزن بتاع العينة. ودوت هو الفاينال ميس. فلو جينا نعوض في القانونة لقدامنا اللي بيقول الفاينال ميس نقص بانيشيل. لقينا الجراف اللي قدامنا. لقينا ان اعلى عينا. عطيتنا هي الخمسة وعشرين في المية. وهنا ممكن نيجي سؤال. طب ليه الخمسين في المية مش اعلى من الخمسة وعشرين في المية. مش انت لسه اقايل اللي انا بزود البي اي جي بيزداد معايا الووتر باسز بيزداد معايا الممرات المائية فبتستوعب كمه اكبر فالمفروض بتاعها يكون اكبر. الكلام ده صح. بس في مشكلة في عينة الخمسين في المية. ان انا من كتر ما زودت وزودت الممرات المائية. اصبح بتاع مادة البوليمر بتاعي هش جدا. تمام? فان انا اجي اعمل له اكستراكت عشان اوزنه بعد ما اتحط في البيكر صعب جدا. داب من كتر استعابه الكمية المية. فبالتالي الرقم بتاعها معمليا بيطلع اقل من الطبيعي. ليه? عشان فيه كم جبير جدا. داب راح في المية. حجمه بقى صعب جدا. بقى بتاعها هش جدا وبريتل. فاللي انا بقدر اعمل له بيكون طبعا اقل من المفترض او اللي تم حسابه نظريا على الوقت. فطبعا دوت بيرجع للجزء المعملي. ففي الجزء المعملي احسن عينة عضتنا نتيجة. اه في واللي ونخلي بالنا من كلمة بتاعها كان كويس في عملية هي عينة الخمسة وعشرين في المية. يبقى مش شرط اللي انا زودت نسبة البي اي جي. يبقى يزداد معي. ده طبيعي طبعا. بس في جزء للمعمل لازم نخلي بالنا منه. في جزء لعملية الاكستراكت لازم نخلي بالنا منه. في جزء كمان ليه علاقة بالتكلفة. انا برضو يا بمعلى ما هزود نسبة البي اي جي. فانا بدفع من جيبي بولي اسيلينجلايكل. والبولي اسيلينجلايكل دوت مش ببلاش ده بفلوس. فانا بدور على افضل عينة بقى قل سعر. افضل عينة بقى قل سعر اللي انا حط خمسة وعشرين في المية بي اي جي للهيدروجيل التاعي اللي هو سبق وقلنا كيفية تحضيره. ما استخدمش الخمسين نظرا ان هي معمليا صعبة. تمام? آآ في عملية الاكستراكت ومكلفة برضو معمليا. تمام? شكرا.